السلام عليكم اخوتي اخواتي كديرين مزيان صحيح اتمنى ان شاء الله الفيديو لقائكم بخير على خير من اول مرة سوف يدخل نسمي الزوية اقولوا مرحبا مرحبا بكم اخوتي صغارة كبارة رجالة نساء مرحبا بالنشدال ومن نساوش الناس القدمتم الخير وبركاته ان شاء الله جمع فيها عندي كيش بدون زبدة وعندي بطبط ديال البانيني بدون دقيق الابيض وعندنا كسميته باقيت ان شاء الله معمر ان شاء الله الفيديو يجبهون ويلا اخوتي مع المقادر وطريقة تحضير وبسم الله الرحمن الرحيم اخوتي عندي القرعة عندي البصلة وعندي كسميته خيزو وعندي لادن بالنسبة القرعة عندي جوج قرعة وبصلة تهية جوج كبار وخيزو عندي اربعة كبار وليادن صدر ديالي لادن صدر ديرتم في الهاشوار هاشوارتم هاشوارة واحدة بغيت تحكوهم بغيت تشلدهم بالنسبة لدي ديرتم في الهاشوار ان شاء الله ديرتم في الهاشوار كذلك بكل ما يجبت تحضير لدى تشلد الماء كيف يصبح ملحة وضع الملحة وضع ثومة والثومة والثومة وضع الآخر والثومة والحبة والكعبة والكعبة صعبة تفضل احساب يمكنك الحساب قديم العطارية قديم العطارية تقدم العطارية مهم ان تشاهدون قديم خضرات قديم العطارية قديم العطارية حساب شرب قديم منحها نضعها نضعها الماء هما يتفق نظام الجميل نحاول نخلط كثيرا بشكل في الحجي نستخلط السلطة للعناصر بعد نجد السلطة ثم ، لقد استطوى احبارات المعجل نضغمت المعدنس نجد ادخل المعدنس نضر ازلال المعدنس نجعل المعدنس هنا التاني ومنسى اول ثالث وزيدنا كسر الرابع ومنسى اول خامس مهم لكن اخبتو نص كدو كمية ابيض دولهم كلهم افضلوا لكم الخيار ونحننن الآباء المهم كثير من الملحان لمشاهدو ملحانين تمتو ملاحظين كما تحصلون على الفئة اخوتي ندر زيت نباتية بوحدة. بغيتوا تخلطوها لكم الاختياطة هي. سوف انتم تشوفوا اخوتي القياس. سوف اخويتوا على الدقيق ديالي. للتقيق الابيض. ونحاولها تكالبسوا. انتم تشوفوا نفس الراسل في الفيديو باش ميجيكم مش طويل. نحاولها تكالبسوا مزيان ونخدموا مزيان. لان احنا ما ندروه. لا ما ندروه بالزبدة نهائيا. غير بها الزيت كالزيت صافي انتم تشوفوا. معامش تكالزيت معامش. وزيت اخوتي درت الماء مروا بيني. بغيتوا تدروا المسخون. ماشي مشكل. الكذافي ماشي مشكل لانما فيها نخمير على الوالو. صافي درت كاس الأول. وبديت نحاول نجمع. فاللحظة اخوتي اطفال التليفون ماشيتوش. وراني زيت كاس الثاني. انا غير نوريكم كمية اللي زيت معاكم. كاس وتقريبا مرنوس. انا غير نوريكم كاس اللي ما دخلتوش كله. ونحاول نقطع الطحين هكا. انتم تشوفوا حلقة لكمية ديال الماء. صافي. ونحط العجينة ديالي هكا. ونعبيها ونجيبها هكا مزيا. لانك اتعرفوا. يا الله زي من يتلبس في الطقيقة. اي بغيتها بحالية تكبوبة. نحاول نعبيها ونجيبها هكا. في هالطريقة. عاد ندمج للجينة. ونجعلوها ارتاح. لكم الاختيار المهم. انا ما خليتها ارتحت به فيها. انا عاسبت الحشو ورجعت له لاختي. اخوتي نخدم فيها به فيه. صافي فاللحظة ان قطع هكا. انا وريكم كيفاش مهم تقطيع ان ندرها به هالطريقة. انتم ما تشوفوا بحالي خدمها بالزبدة. وليا ماشي بالزبدة. صافي منو نجيب هاد العباد ديالي ديالي كيش. اللي عنده مهم دائري ديالي. ولي عنده بيضاوي. هاد الشكل عنده بيضاوي. وفي الصراح الله ما عنديش بززيف. عندي شي تسو ديالي يمكن. ما عنديش بزيف. نحاول ندرها به هالطريقة هكا. نقطعها شوية. ونلبس المول ديالي اللي كيش. بالنسبة انا ما ندر لازي ثلاثة حاجة. هانتم ما تشوفوا. ها ها هكا. انا انا ندره. وصافي اخوتي مقا ندر به هالطريقة. موهما نحاول اللبسو ها هكا. ونحاول نتكا. ونباش ننخضر فورما ديالي. ديالي كيش ديالنا. اخرجكم للجانب ديالي. لسا ما تقطعوها. موهالطريقة ها هكا جي سهلة. صراح الله. صراح الله صراح الله. ها ها يلي كيش خصف يكون عندها نمول بالزايد. انا عندي نمولة غير قطي ما عندي عات السعود. درت وعاوت وربعت. لان تبارك الله. اضعتني قطي تكون 2 و 3. حبة. 2 و 3 حبة سايبت المرة اللولة والثانية والثالثة. ونكن مهمة. نطيب لوحده. وخلي وها هي بردعة وثانين نزيد. صراح الله وخصوز ازعل ما يكون نمول بالزايد. ولو هاشي اللي كان لعنده هو المول بالزايد. اشتركيوا لتشخدمه بأن جوانا ستطحان بأن تقلل لطموّ المل نصدق لجوانا ثم نظيف العمليام تشخدوا بالكامل والكامل نتطوّم نجد ذلك بأن تتبع نصير لطيفة على المقلة كيف تريد إن شاء الله اشتركوا طريقة لأنها يحتفظ بطلاجة اضافة المقلة السخنائط ومحيي مهينة ميدة ومحيي عالية اشتركوا حالي بشكل جيد حجة حموس حجة والذي توجد معه نجد على هذا القطء فلحلها في الفرشيطة لتنجد أن نتفخ وحاول المعنى على الخطأ البيتجان التفخ سوف نحاول المعنى لأنه في البيتجان يمكنك تحرق لكم لاحظة على البيتجان ونحن ترى حجة محرورة المدينة والزيت الأولى. هل انتم ما تشوفوا. لان اتخلي واش تحمرها. اي شو دراسو. لان اذا خليتها تحمر ستتخلق لكم من تحت. ستمنى اشرح يكون واضح ان شاء الله. سوف يبقى سمع اخوتي هكا تسليل كميالي كام لتبارك الله قوتكم تحت نصر بكمية وفيرة. بغيتوا تديرو بخوتي بها الطريقة الاولى ديروها. بغيتوا تديرو بها الطريقة التانية سوف يدل كولوجينة ما تديرو لاش تطقيق بلا ما تطقيق لانها ملتسق لان فيها الزيت. ايلا بحالة ما كنت تجريتها ولا شي حكا يعني خليتها ايلا بحالة تلسق لك سيب لوح شوية دا دا دقيق ولكن انا مدرت لاش تشوفها الطريقة. عاوتاني اختهوا من نفس الامالية لبس المول ديالي وتقربته. عاوتاني وحط الطيب عاوتاني وعاد رجعت العجينة التانية مهم بصراح الله فيها تمارا لكن ما عندك شن المول ما يشوف حمنا تدير المول كامل هكا وقلس. الله طب الله تسيب كل شي وعط حطه طيب لك. اه فرق خبير. بصراح الله اخص الموله بزيت. انا باش شلي كاي ن انا بغير نمشي كتر بها الشي اللي جبات عندما لا. هاتوا بجمع اللحظة سوف يرى لكم عاد جبدوه تخليه عاد برد شوية تقلبوها تقلبوها معكم بسهولة. وهاش اللي كاي نبشي كاي نمار الحشو ديالي نمشي كاي نبشي كاي نخبروه كاي نبشي كاي نقربها كالفورمة ديالي. ما تخليه وحشي كاي نبشي بزيته وقالت تحرق قليمت هنا بسط. اتمنى اكتوا على الشرح. سوف اخوتي بالنسبة للحشو دياله هاتوا تشوفوا بجمعه بس فقط كميه بحق كمية جيدة وعندما أصبح فبريضا كميه بحقه و سأتقوم بحقه بحقه فرغت كميه بحقه و أصداد فرمج و من المشروع و شكرا لأخوتي جميلة مصدر يجبت نص كيلو والسطور يوجد عامر يجبن مرزاريلا يجبن مرزاريلا يجبن مرزاريلا تقوم بتعشيص يجبن مرزاريلا يجبن مرزاريلا اضعيه في الوصف و ترجعه للون الدهابي انا اخوتي اتمنى اعجبكم اجربوا و تبصحت و رحته و اما اجربوا ايش دائما اقولوا لأخوتي سمحوا من اللي يجازيكم بالخير انا ورثتكم هذا الطبس هذا اللي هانا قربت اهدان سوف يحطنا مغرب و نقرب كما زاني تبليف في الفران وهالشي اللي اخوتي ناجح من اللي يجربون الوليداتكم انشاء الله و هالشي اللي اخوتي سمحوا من اللي يجازيكم بالخير لا تتوححان سمحنا اللي تترخيكم كل واحد عنده خير و اخوتيكم على شارككم هالشي اللي هاد اخوتي لطبس اللول والطبس الثاني كان مازال مطا و هالشي اللي اخوتي مو يمنى انا ندير معكم بطبط في القوانين ان شاء الله يالاق مع المقادر بطريقة تحضير اسم الله الرحمن الرحيم هاتم اشبت اخوتي انت ترجوز لايف ديال الفينو وهنا معلقة ديال سانيدة وهنا معلقة ديال الخميرة لك الحرارة نقصه مع البرودة درنا معلقة كبيرة وهنا جوج معلقة ديال الزيت و نديرو الملح لحسب الضوء انا ندير بيدي و مو عندنا اخوتي الفينو را ما نديرو غير الفينو ان شاء الله يا ربي ما نديروش فيه دقيقة الابيض نهائيا سوف نحاول ندخل العجينة ديالي كيف رجينة عادية هاتم مشتو دخلت مثل زلافة الأولى و سوف نزيد زلافة الثانية انا نزيد معكم الزلافة الثانية مهم دائما نقول اخوتيه لحسب نوعية الطقيق مهم احنا غدي يخصن يكون عنا جاري ماشي بحرفوط ما نخليوش رجينة هكا قصحة لانه لا خلينا قصح ما جيش زوين للصراحة لخصوه جاري شوية و رطيوها شوية ديالك انا ما اندلكوش انا مهما نوريكم كيف طريقة ديالي المعتمدة لانتو بتعودتو الياه الناس اللي عارفين انا عجين شاي اخطاكم بعدكم شو برادي جمع العجينة واللي يبغي يعجين له الاختيار مهم تروري يكون جاري شوية لانكاد عرفو الفينو ولا سبح سميد الناعم سميد ناعم ولا الفينو لانه هو قلونا نحن الفينو يبغي شوية للماء يدير شود الامتيسة في الحشكة للحرشة مهم انتم مشتو انا عفو تقطع تطحين و سوف يغطيه و خليه يرتح شوية و انتم مشتو انا عجين فيها و انتم مشتو انا عمليه يجيب اخوتي هنا عندي واحد تلات خلص دواس كبارين و عندي هنا كوروم و واحد الناس و عندي بصلة واحد الجوج صغارين و عندي انا و عندي هنا كسمي سور الصدر ديالي جاج و مخلطة معه تحنتون و ما تحنتون بشيكوش عنام تحن في الهشوار مهم أنتو بتحليق تحميرا هاتو ما تشوفوه والكعبة مغنديد الحبة بالنسبة للخضر اللي بغى يحكم نام الأخطيار بالنسبة للبليدات كمنا فيما يحاولوا يأكلوا خضراء من الأحساب تحنون كل شي ما يعرفوا شنو فيها صفا اخوة تودرت الملحة وندروح شوية الزيت لأننا مخصناش نكون عنا زيت فيها عام الجرل ما يطفي فيها في قياس لي ما يطفي مخصناش نشف انشاء الله ما يبقاش فيها زعم هكا الزيت صفا اخوة انتم مخصنون حتصات مقردية لانتشحر ذلك الشي وجعت العجينة الي في هذه اللحظة اجتراها الملحة ونشفه لا يزل قد نتساق نحن نحاولها نعبيو نجيب فيها لانتشرفوا تساعدني اضيفه اللحظة اللحظة والضغط ثامير ونضع تلاتك 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 لانتشرف حشوه الحرارة له حوالي لبنائنا من الأحسن الصفا والسبق الحشو دفهم يذلون مجرد quino لانا كاد عرفوا العجين اختمر في الحرارة ماشي بحال البرد. ده في البرد العكس وخاد الحشول تل اخر لحظة. هاتوا ما تشوفوا اخوتي صافي فاللحظة هون شاف لي طالت لي الحشول يالي وتفتعليها. مجرد ما تفتعليها. مازالة دافية لحظة العجين اختمر اللي مزيان. صافي عنا احبط العجين هكا غنخويهم من الهواء كله. تشوف اخوتي كماشر بالطريقة هكا مؤتفق. الله ناجح مياه بالمياه والعجاب لي بنخشيط دينا كف هذا العجين هكا. مو بتحس واحد الراحة صلح الله. صافي اخوتي نحاول ان نخبيه مننا مزيان على التاني الهواء. نخبيها مزيان وهذه نقرسها. وهاللحظة اخوتي ضروري ديروا فينو في الارض هكا في فسط العمل. هاتوا ما تشوفوا انا انقرس وانقلبها. ماشي انا بلاصة اللي قطعت مننا ان ديرها في القاع. لا لا تقطيعها. المهم هاتوا بصورة شوف اخوتي كان دير هكا انقلادة وانقلبها وانقلبها وخليها على البلاصة اللي تقطعت منها هي لكل من فوق. صافي هنا جيث حصلت شعال عندي دي لعج كمية دي لجليب. طيح نستاشر هاتوا استاشر بطبوطة. واللي بغا يصغير ينقص ولي بغا يزيد. مهم اختيار الوقت التالي. فاللاحظة تشوف اخوتي راني اللي انا ما دلاش نجوب نجوب ديال صندويتش. اللي ما عنده صندويتش وبغا يدرج جوب ناكل دهني دير. اللي بغا يدير الموزاريلا وجوب الاحمر ويخلطه مع هكا في الحشو له الاختيار. مهم دايما نسايبوا اللي اخوتي وبدلوا اللي حشو اللي بغا لوليداتكم. انا وليدتها شي اللي بغا ي حتى اقومن في المسا starting. ولانا اخوتي اللي لا تشيء في حاجة الدليل. لطيح للطعين الضرورية عختي. ضروري لانا اي ما درتكي الان او الله بلدت ت líمشه في بطلوقه اي ما درتكي الى للطعين ما درتكي لديكم خلاص بواسط العمل. ها اللوحظة انا ما فعلش secondary لانا راجلنا راحة خامرة عندي. اني نضغط الحصري ان السخب ليت مقانحقsin واحدة. لو قم passive مجن statementي حشوzek لديها. سنحط طيب و lovedه او جوجي البجوجوج. ونعمل لها دقيق ملتحس ضروري. فاللحضة باني ديالي راس خليث. جبت الزيت هكا. انه دهنه من فوق ملتحس. وانسود عليها. هاتم تشوف اخوتي. هتكون قاندي بورة حمرة وخضرة. ابناء انسود عليها تكون خضرة. مجرد ما تحس بها درش شعرت هكا. درش شعر في اللون ديموني. عادة تحل عليها. عاوتين والعكس. عاوتين والعكس. عاوتين لعليها الجبرة مازالة. عاوتين عليها. تشوف اللون اللي بغيت انتم اخوتي تتحكم في اللون يا ذهابي يزيد غمقه يا موكم الاختية. انتم تشوفونا الولادة غير واحدة. شكت جي فانتفخ هكا. مهم صراحة الله. انا مخليس كي اختامر به في. ولكن في اللاخريرها ضروري اختامر. وهتجي فرق خبير باللو والتانية. ولكن مجرد خلينا ستختامر من اللو والتالي. اتجي غادة داعفي الخبيرة. هي مجرد ما تقس تهاليوه هكا. تحطوه. وهنا انحطنا. وما انقرصتاش. ما انتكش عليها. انحطوه. وانتكعد لها قانين. مجرد ما تشعر لده. ع حسن. وهكا بده جوجها. لانك فأنا حسن. وانتكار كبارين لانتكس. و ماشي مشكلة. اللي بغى يلج جوج بغى يدير بوحدة واحدة له اختيار. المهمتم تنطبوه او هنا. ولو انشفتوها احمرتها الجهاز تغلبوها. الاحساب بانيني دي اخوهم و الاحساب النوعية. والشي اللي اخوتي هذا هو بطبط لنا في البانيني كالجزوين. الصح كنت تجربة ان شاء الله. اه مهم اللولين مش هم التانيين. فق خبير انا من اختام رأيكم شوية احسن من اللول. والحشو اخوتي سأبو الله جبخوم. هنا نوريكم هشي اللي كاين. والخوتي سمحونا الله يجازكم بالخير. كل واحد عنده خير و بضعه. سوف نفتح معكم. شوفوهم الداخل كيف هشجات. انتم تشوفوا اخوتي مع مراب الحشو. انا اذبنش بزيان. فانفتح معكم هكا نوريه لكم. والشي اللي كاين اخوتي اتمنى ان الفيديو يعجبكم. فاطرجونا بين اهل واصحاب والاحباء. مهم اخوتي هنا انتم تشوفوا. عندي بسلة. عندي بسلة كبارين. وعندي الكروم. والنص. وعندي هنا خزو. اربعة خزوات كبارين. ونص دي صدر ديال الجيج الكبيرة. هكا عن نص دياله. سوف اخوتي دلت له هكا زويته. وندل لها الكهبة. هكا دلت له الحبه هنهار بزي بجات حرة شوية. اللي ما بغاش الحاري نقص له. وما نلقعها صغيرة هكا تقريبا بحلي عمره. وهنا الكعبة ديرت جوج مع علاقة الكعبة. وهنا توم بودرة. اللي ما عندش توم بودرة يدير توم العادية. وهنا درت ضمة ديال البقري. هكا تهواء يزيد ماداق. ها قد جربها اخوتي بها الطريقة ديال ضماء الجيزوين. وندير له مليحة ان شاء الله. غن دير ملحة على حساب الضوء. وهش ده ها العطري يا اخوتي دايما نقل على حساب الكمية. الحساب الكمية لها كمية كبيرة. سوف يمتديدو ككمية قليلة. وهنا تحميرها. المهم الزيت لا تدرون بالزيت. لانا سوف ندره الحشب و ليس لا يحصل بشيء. سوف ندرون الحشب و ليس يخرجنا من الزيت. لانتو ما ندروها. خليفوا و يجيبته هنا على البوطاجي. ونغطيه. لانه لم تعدها حجمها و يطفيها. سوف يجبونه و تقلى. انتو ما تدرون انا ديال الفرس. وزيدنا كس ثاني و ما ننسى كس ثالث. وزيدوا انا ديال الفرس. ونديروا معرفين اخوتي كس الخامس والسادس. بغاية تكمل بالفرص لك الاختيار مهمة باش نبنادي بدي شوية الفرص فرص لكلها ندرنا شوية تلفينو توايجي زوين بغيتوا داروا فرص بوحدو لكم الاختيار صفاتو بتشوف اخوتا نخلط هكما زيان ندمج لي العناصر كاملة درت هكا واحد الحفيرة فالوسط وباش نديرو فيها الخميرة انشاءالله مهم خميرة اخوتها لحسب الجو معلقة كبيرة بدرت دهب الحسب الجو بار شوية كانت جو سخون ادروا على معلقة صغيرة ومعلقة ديالسانه جبت هنا المدافي هنا عندي كاز ديال المدافي اخلط هكا الخميرة باستفاع لي على ما نكمل المكونات لانا درت هنا الملح على حسب الضوغ وندير السحتار هذا السحتار مهم ان تشوفوا عندي مازال هده هل دعم لغوزعمه مازال زوين عاص خنتو هكا شوية ونحكوها كابين يدي ما انبغش نطحنه باش ميبقى ليش يمشي لجهد ديالو صاف هنا جهد معلقة صغيرة هكا وهنا اخوتي الزيت معلقة كبيرة الولى والثانية وزيت الثالثة كاد عارفو الزيت والى ايها الشاشة العجينة صاف هنا نحاولها اخوتي تنزيل كاز تاني هذا انتو ماشتو كيبتمنوا مازالو حشوية راكي غندخلوا كله مهمنا العجين بالمعاقة كيف تعودتوا لي اياه خلي صدعتنا مهمنا نحاول نديرها كمعاقة باش مبقاش محولة بالعجينة على ما ندامج لي وعندير هكا يدي لانا يدي ضغياء تصخول لي مع العجينة اقل تساق بزر صاف اخوتان انتو متشوفو نحاول هكا في المعاقة ولي عندو العجينة يجين فيها ولي ما عندو شها يجين في الدب حنه هكا والمهم ان انتو متشوف اخوتي دوتو المعاقة وصاف غن نشوفوها بدد تجمعلي هندير بيدي هات اللحظة انتو متشوفو دخلت لي اخوتي جوش كيسا للماء وحشوية ودايما نقولوها على حساب النوعية ديال الدقيق و ديال الفينو اخوتي تشوفو نادرة حكا وحشوية المونية لانا كان الوقت جاني ودرقني الوقت اخوتي تشوفو جوش كيسا وحشوية النص ديال الكسكا صافي خليتها فاللحظة اخوتي انا خليتها عاق باش برجع لنعجنة فاللحظة انتو مالحشو ديالي راتاب وزيت هنا وحشو جوج ديال المربع ديال الروز كمية ديال وخوتي تتحكمو فيها وقا تددو لنقصه وهنا كمية ديال المادنوس كعند هنا في كونجيلاتور مهم كمية ديال مدغزوين صافي نحاولها كنخلطه فصراحة الله جاءتني كمية سبك الله بزئ جبتها كنخلطها باش نخلطها باش نخلطها مع ديال الشعرية ديال وصافي وخليها ديال برد فاللحظة مني خليتها بدقة مليهية مع الحشو ودوك الشي ممشي جبارتها خمارات صافي ما بغيتش نهادك بالنسبة انتو بلي لكم أخوتي الى بحادة بغير شوية ورجعوا بديو جيبوها لاننا معجلنا هاش اختامر لكم بحذية لهكا صافي به فيه صافي نعبيوها نجيبوها لان هذا العملية قبل ما تختامر ولكننا اختامرت لي لاننا كوزينة كان سخانات معا كنتم شغولة بالفران وهادك قاد عارفو الايام الحرارة ضغية فعلت لي الخميرة صافي من مهمة اختاني تحاوت نديها والجبالي انها خمرت لي صافي ونقسمتوا نقرسها معاكم ويبغي نشوي هكا لان كانت التحن مازال ما ندامش كامل صافي اختي وهاللهضة اننا جيت لساط العمل ادهنته هكا بالزيت وغير نقرسه هكا مهم تشوف الطريقة اختي تقرس كاش غير نحطه نقرسه هكا وبلاصة اللي ان نقبصها هي اللي ان نحطها الوجه ديالة للفوق يعني الوجه ديالة هكا ملتحت وهذيك اللي انقبصها هي من الفوق هي اللي مخصت تولينا بالزيت لان انا فاللحظة ما دارش الزيت في الدقيقة دهنا خفيفة لان باش مننا نقبصوها وننسدوها اتسادنا الامشي التوليناها بالزيت ما بغيت تسادها يعرفوا العجينة ما اتولي بالزيت هذه صعوبة باش تساد مهم ما انا اخدمت بالزيت بغيتوا يتخدموا بالطريق لكم الاختياء ولكن هالطريقة قبصوه وقلبو العجينة يعني ديالة قبيصة اتجي من الفوق هكا تبقى ان شاء الله سوف يتكمن الكيمياء كلها صف اللحظة اعود هانت السطح لعامل بالزيت ويدي ما في مش الزيت باش نحطو الحشو ان شاء الله باش نتقبص لنا نتمنى ان يكون الشرح واضح ان شاء الله بإذن الله مول ما انتم تشوفها الطريقة اخوتي نحاول ننطيها الطول نحاول ننطيها الطول ونحاول ندرجوش ثلاثة عامة خمسة إلا كنتو تبارك الله يجوش بيكم وليعونهم طلقوهم كامل بيكونوا طول يمون بالخشو لانها قدرد باستكولة العامة لتساقط لكل شي لماذا اعودت ليتويا لانه تبارك الله تعالى تبارك الله تعالى الفقيوم فاللةهم اردت حشو ان كانت المزيد مول ما اعلم يزاني كان عامر كله لقد شغل اخوتي اعتقد ان اكتبارك الله يطلق تبارك الله نحط الحشو نحاول نجبد العجينة لان نحطها في الحشو لا ترجع العجينة تتقلص لكم بها الطريقة ان شاء الله السرعة واضحة ندفعها بشدة بلسطة سوف اللحظة اخوتي انا معا مدت لاش فورمج ديت لها فورمج هكا ديال ديال الصندويج كعندي في كونجيلاتور باش وقت لها هكا موهم ديروا دايما اخوتي ما عندكم ديروا فورمج ديال اخوتي ديني ما نقوم بها الفورمج بويلة ديت الحاجة طلوا فيها فورمج طلوا فيهم بالماذاق سوف اللحظة اخوتي هكا انحبس ونقبص باش نقطوا ما تديروش الزيت بها الطريقة هكا ما تشدناش ولكن الحشو فيها بزفد الزيت تهو عود اي طلق زيت ديالو ما نبغيش تشدنا ها انتو ما تشوف اخوتي انعلي هكا انعلي ونشود مدير 3 قيق لا تحاجة مهم انتو ما تشوفو سرارة واضحة ان شاء الله بإذن الله نفس الطريقة هكا كل الحشو ديالي ان شاء الله هكا اجي سهلة ولكن سطح العامة سوف ندهون بالزيت اتمنى اخوتي الشرح يكون واضح لانا اذا ما دهنتو هكا بالزيت ومادتو لاشي تطقيق سوف تلتسق لكم مهم ما تديروش عغال ومهي وجه ديالا بلاصة اللي ينقبصوها هي اللي ما قسرتو لبزيت نهائيا باش تقبص معانا صفها اللحظة اخوتي انا سيبت لانا مع الكمية سباك الله تقول لكم أن أثقاء قد تكون الجو كان في كوزينة سخون دقيقها اقتمرت لي نعم اللعن انا مرجعتش حطه اقتمر ليش حاجة لا يوجد ان يتم تكملك اللهم من الأحضان يقوم بحشو بارد لنخضره يجب أن يقوم بحشو بارد لنخضره وحشو بحشو بارد لنخضره فتو ملحلة هادة البيضة تقليقها وفراني لديه مباشرة اقوم بفراني بلحفة مباشرة مهمة ومعنى مطلقة في الصفحة ويكون مباشرة ويمكنك معلقة بطيقة لا تريد ان تتحملي ومعنى الفيديو المقابلة شكرا لكم وهذا الشي اللي كان خوتين تملنا ان شاء الله الفيديو رجبكم ولا جبكم فارتجونا بالأهل وأصحاب الأحباب بكم القناة ان شاء الله زيد القدام يا الله خوتين مع الفيديو المقبل ان شاء الله بإذن واحد لأحد مع السلامة